وبالمكلة أيضا تفقد محافظ حضر موت الأستاذ مبقوط مبارك بن ماضي الأثنين الأعمال الجارية لاستكمال سفلتة وإعادة تأهيل طريق شارع الستين بمدينة المكلة وتعرف المحافظ بن ماضي ومعه عضو مجلس النواب الشيخ سليمان علي المحمدي من مدير عام مؤسسة الطرق والجسور بالمحافظة المهندس طهب حيدرة على سير العمل بالمشروع موجها إلى الحرص بتنفيذه وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بإعادة تأهيل كافة شوارع وطرق عاصمة محافظة حضر موت مدينة المكلة